بسم الله الرحمن الرحيم عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت تهراق الدماء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين أما بعد فما زلنا مع الإمام مالك رحمه الله تعالى في بيان أحكام المستحاض فساق لنا أولا حديث عائشة الحديث المتفق عليه ثم أرضفه بحديث أم سلم وهذا ترتيب محكم إذ أنه أورد الحديث الذي لا غبار عليه من حيث الإسناد ثم أتبعه بهذا وهذا الحديث كما يقول الإمام أحمد رحمة الله عليه قال لم يأتي في المستحاضة إلا ثلاث أحاديث حديث عائشة الذي سبق معنا وحديث أم سلم وحديث حمن قال أما حديث عائشة وأم سلم وهم الحديثين الذين أوردهما مالك في الموطة قال فلا غبار عليهما وفي النفس شيء من حديث حمن فكأن الإمام أحمد هنا يصحح الحديثين الذين معنا طيب جئنا إلى هذا الحديث وهو حديث أم سلم يقول مالك حدثني نافع عن سليمان بن يصار عن أم سلم لم يختلف الرواة عن مالك في إسناد هذا الحديث فكل من روى الحديث عن مالك متفق معه في هذه الرواية مالك عن نافع عن سليمان بن يصار عن أم سلم ولكن وقع الخلاف في أقران مالك وقع الخلاف في أقران مالك فنجد أن مالك بهذه الرواية التي رواها عن نافع عن سليمان بن يصار عن أم سلم بعض الرواة كسخر بن جويرية وكالليث بن سعد وكعبيد الله بن عمر قالوا حدثنا نافع عن أم سلمة عن رجل حدثنا مالك عن حدثنا نافع عن سليمان بن يصار عن رجل عن أم سلم فدخل هناك رجل بين من سليمان وأم سلم وأحصير أقران مالك هنا فبلغوا ستة رجال إذن ستة رجال رووا هذا الحديث إلا أنهم أضافوا فيه رجل مبهم بين سليمان بن يصار وأم سلمة وعندنا مالك هنا جاء وأسقط الرجل الذي بين سليمان وبين أم سلمة طيب لما جاءنا هادان الطريقان وقع الخلاف بين العلماء في الحكم على هذا الحديث و قبل أن نبدأ في الكلام عليهما لابد أننا نذكر بأن الإمام مالك لم ينفرد بهذا الرواية فقد تابعه عليه أيوب السختياني كما عند أبي داود وتابعه كذلك عبيد الله ابن عمر عبيد الله عنده رواية هنا وعنده رواية هنا يعني رواه مرة بمثل مالك ورواه مرة بمثل الليث وعندنا كذلك موسى بن عقبة كذلك رواه بالروايتان فإذن عندنا روايتان وأول شيء عندنا الذي نقوله بأن الإمام مالك لم ينفرد بهذه الرواية واضح؟ فإذن عندنا رواية تقول بأنه من سليمان بن يصار إلى أمنا سلم إلى أم سلم ورواية تقول عندنا من سليمان بن يصار عن رجل عن أم سلم طيب إيش هو الحكم الآن؟ اختلف المحدثون أو المحققون من أهل الحديث في التعامل مع هاتين الروايتين وسلكوا في ذلك مسلكان مسلك الترجيح ومسلك الجمع أول شيء عندنا مسلك الترجيح ومسلك إيش؟ الجمع نبدأ بمسلك الترجيح مسلك الترجيح الترجيح هو أن تختار أحد الكفتين على الأخرى واضح؟ فذهب طائفة بل هم أكثر من وقفت عليه إلى أنهم رجحوا رواية الجماعة على رواية مالك التي فيها الرجل ومن هؤلاء على رأسهم الإمام البيهقي والمنذري وأبن رجب الحنبلي والمغلطاء في شرحه على مسلم وبعض المحققين فذهبوا إلى ترجيح رواية إيش؟ رواية الليث أو الرواية التي أضافت الرجل المبهم طيب إذا رجحت تلك الرواية فتكون الرواية التي معنا إيش؟ مقطوعة فإذن هو حديث مرسل لأن لأن علمنا أن هناك رجل مبهم في الإسناد فإذن سليمان بن يصار عن أمنا سلم يوجد رجل لأنهم قووا تلك الرواية قووها أولا بأمرين اثنين الأمر الأول كثرة الرواة والأمر الثاني زيادة ثقة فقد صرحوا بأنه يوجد رجل هنا واضح؟ وعلى هذا يكون الحديث هذا الذي معنا درجته إيش؟ حديث ضيف على قولهم لأن الإرسال لأنه منقطع والمرسل هو الذي صعى أن لا يدرك الرسول صلى الله عليه وسلم وأما هنا أمسلم أدركت لكن سليمان مع واضح فيكون الحديث منقطع والمنقطع من قبيل الحديث الضعيف واضح؟ هذا المسلك الأول في الترجيح المسلك الثاني في الترجيح وعلى رأسهم الإمام النووي فقد أنكر هذا الكلام وقال هو حديث صحيح الذي معنا وشرطه شرط الشيخين البخاري ومسلم وتابعه على هذا جمع أو سبقه إلى ذلك كذلك جمع من المحققين طيب لماذا؟ قالوا أولا عندنا أن أجل من روى عن نافع هو مالك وبلا منازع في هذه المسألة ولم ينفرد تابعه عليه أيوب الصغتياني وأيوب الصغتياني تقة تقة فإذا أجل من روى عن نافع هما هدان الرجلان فروايتهما بلا شك مرجحة على رواية البقية واضح؟ هذا الأمر والأمر الثاني هو أن سليمان بن يصار راوى عن أمنا سلمة سليمان بن يصار في صحيح مسلم روى عن أمنا سلمة واضح؟ فإذا كان أجل من روى عن سليمان رواه بهذا الشكل وفي نفس الوقت ما عندنا إشكال بأن سليمان بن يصار راوى عن أمنا سلمة والأمر الثالث أن سليمان بن يصار لم يرميه أحد بالتدليس فعندما يقول عن عن عنده بمثل حدثنا واضح؟ واللقية والرواية ثابتة عن سليمان عن أمنا لهذا قال الإمام النووي لا يوجد غبار على هذا الإسناد واضح؟ يقول أبو بكر بن العربي وهو ممن صحح كذلك الحديث يقول هذا الحديث أخرجه مالك في الموطة وأعرض عنه الشيخان لعلة وأعرض عنه الشيخان لعلة علمناها وفي صحيحهما مثلها يعني هذا الإشكال من وجود هذا الرجل وإن وجدت هذه العلة لكن هذه العلة عند العلماء من العلة التي لا تقدح في صحة الحديث فيوجد في الصحيحين من الأحاديث ما يشبه هذه العلة واضح؟ واضح كلام الإمام النووي أو الذين تتابعوه؟ نعم طيب هذان المسلكان عندنا المسلك الآخر ليه هو مسلك إيش؟ مسلك الجمع وعلى رأسهم الحافظ أهل المغرب ابن عبدالبر رحمة الله عليه وعلى أئمتنا ومنهم كذلك ابن التركماني في تنقيحه على البيهقي وكذلك المقدسي وجمع آخر من العلماء قالوا نحن نجمع بين الحديثين ونقول أن سليمان بن يصار روى هذا الحديث بطريقين رواه مرة على رجل ورواه مرة على أمنا سلم وكيلة طريقين صحيح صحيح في التبوت فتكون رواية مرسلة ورواية إيش ورواية صحيح والقول بهما وعدم ترجيح أحدهما على الآخر مع إمكانية الجمع أقوى واضح؟ لأن الليث لما روى عن سليمان بن يصار تكون روايته صحيح ومالك لما كذلك روى عن سليمان بن يصار كانت روايته صحيح فإذن تكون روايتان ولا مانع أن يروي سليمان بن يصار هذا الحديث مر رواه مباشرة عن أمنا سلمة ومر رواه من طريق آخر واضح؟ فتكون الرواية الأولى صحيحة والرواية الثانية مقطوعة واضح؟ طيب أنا أسألكم سؤال الآن ما هو الفرق بين قول ابن عبدالبر والإمام النووي الطائفة الأولى ضعفت الحديث لأنه منقطع كيف؟ عند من؟ عند من؟ لا حتى ابن عبدالبر كنا صحح صحح الجمع بين الطريقين سليمان بن يصار رواه من طريقين رواه مرة مباشرة عن أمنا سلمة ورواه مرة أخرى عن رجل فكل الطريقين عنده صحيح واضح؟ ما الفرق بين عمل نووي وعمل حافظ ابن عبدالبر قربت النووي أرجح هذه أيوة ابن عبدالبر الجمع بين روايتين يرجح هذه رواية هذه أصح من الرواية أخرى على مذهب على مذهب الإمام ابن عبدالبر عندنا حديثان وعلى مذهب الإمام النووي عندنا حديث واحد على مذهب النووي عندنا هذه وتلك التي رويت بتلك الطريقة وهي ما أصحابها لأن هذا من صحح ومن أتقن حجة على من لم يتقن فتلك هي هذه هي حديث واحد تكون بهذا وأما على ابن عبدالبر هم حديثان ابن عبدالبر الآن يتكلم ويقول لك أنا عندي حديثان طريق هكذا وطريق هكذا وأما الإمام النووي يقول لك أصل ما يوجد خلاف هذه جاءت فيها رجل وهذه ليست برجل وتضم إلى بعض فالتصبح حديث واحد فيصير حديث صحيح ويعكس ما قاله الطائفة الأخرى جاءت هذه الرواية معهد تضم إلى هذه فيغلب جانب التضعيف واضح والذي قاله ابن عبدالبر في النظر هو أقوى وخاصة أن كل الروايتين رواه جلة من العلماء وطائفة منهم ولا يستبعد أن يسمع الرجل الحديث من طريقين فيؤديه طيب إذا طيب وإذا هو مبهم يعتبر إيش يعتبر حديث منقطع وهو يقول لك عندنا هذه رواية منقطعة يقول لك عندنا رواية منقطعة لكن عندنا رواية صحيحة والنووي يقول لك لا رواية منقطعة هذه لابد تضم إلى الصحيحة وننتهي والآخرين يقول لك لا الصحيحة تضم إلى المنقطعة وننتهي واضح وعليه فيكون الحديث الذي بين أيدينا حديث صحيح بل كما قال الإمام النووي هو على شرط إيش الشيخين فإن سليمان بن يسار راو عن أمنا أم سلم رضي الله عنها طيب هذا الحديث أخرجه عن الإمام مالك الإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام أبو داود والإمام النسائي فهؤلاء الأئمة الأربعة رووا هذا الحديث من طريق إيش من طريق الإمام مالك أحمد الشافعي وأحمد وأبو داود والنسائي طيب تكلمنا الآن على إسناد هذا الحديث نأتي إلى المثن إقرأ ماذا قال مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت تهراق الدماء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الآن عندنا أن امرأة كانت تهراق تهراق صيغة مبالغة للتكثير يعني كان كما حدث في رواية الضارة قطني أنها كانت إذا قامت وجدوا التصت تحتها قد امتلأ دما من استحاضتها طيب أن امرأة كانت تهراق الدماء فاستفتت أم سلمة كي تستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم جاء في سنن أبي داود من طريق أيوب أن هذه المرأة هي فاطمة بنت أبي حبي فيرجح هذا الحديث إلى الحديث إلى الحديث السابق وهنا عندنا نقطة هل حديث أم سلمة في هذه المرأة هو حديث عائشة السابق أم لا واضح من هنا يبدأ الخلاف بين العلماء الذي مال إليه جمع من العلماء وعلى رأسهم السادة الحنفية رحمة الله عليهم وعلى أئمتنا أن هذا الحديث هو نفس حديث عائشة فمذهب السادة الحنفية ومحققهم من أهل الحديث على أن هذا الحديث هو نفسه حديث عائشة لأن جاء تصريح في رواية أبي داود بأن فلانا سألت الجمهور أو طائف من العلماء يقولون هو ليس نفس الحديث وعلى رأسهم الإمام أحمد لما قال هناك حديثان صحيحان وحديث فيه كلام طيب لماذا قالوا السبب في ذلك أن هناك أن امرأة هنا هنا عندنا امرأة وجاءت الرواية أنها فاطمة كما في حديث أبي عائشة وعندنا رواية أنها أنها أن التي استفتت لها هي أسماء بنت عميس فعندنا مرة سألت هي لأن عائشة قال جاءت فاطمة للنبي صلى الله عليه وسلم فسألت ومرة سألت إيش أم سلمة ومرة سألت مين أسماء بنت عميس واختلفت الألفاظ قالوا فلا يمكن أن يكون حديث واحد أو تكون السائلة واحدة واضح طيب على مذهب الجمهور ما عدنا إشكال ذلك حديث وهذا حديث واضح يبقى الإشكال على مذهب من قال إن القصة واحدة كيف يجمع بينها هنا صرح بأن السائلة أم سلمة وحديث عائشة السائلة فاطمة وحديث الآخر السائلة أسماء بنت عميس قالوا في الجمع بينهما وجمع بين ذلك الإمام ابن العراقي قال يكون بأن فاطمة سألت أسماء بنت عميس وسألت أم سلمة أن يستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم ثم أحداهما سبقت الأخرى أو كان في نفس المجلس وجاءت فاطمة فزادت السؤال من باب الاستيقان فإذا نسب السؤال إلى أحداهما فقد ينسب إليه تجوزا وهذا الجمع قلناه من قبل في حديث إيش قلناه في حديث علي بن أبي طالب رضي الله لما قال كنت مداء فسألت المقداد وفي رواية سألت عمار فيكون نفس التوفيق بين بين ذلك طيب لما قال السادة الحنفية إن هذا الحديث حديث أم سلمة راجع إلى حديث عائشة قالوا حللنا الإشكال الذي وجد معنا من قبل تذكروا حديث عائشة حديث عائشة لما سألت فاطمة قلنا الحديث يحتمل أن تكون حكمها حكم المعتادة ولا حكمها حكم المميزة أما قالوا هذا الحديث فرفع عنا الإشكال وهو قطعا في المعتادة فرد الحديث المتشابه إلى الحديث الصريح في أنها إيش أنها معتادة طيب يقول السادة الحنفية هذه المرأة نجزم بأنها ليست معتادة أن نجزم بأنها ليست مبتدئة لأنها قال الأيام والليالي واضح ثم النبي صلى الله عليه وسلم مردها إلى القدر الأيام والليالي واضح ولم يسأل هل كانت مميزة أو لم تكن مميزة وعندنا القاعدة الأصولية تقول أن تركوا الاستفصال في مكان السؤال ينزل منزلة العموم فلهذا السادة الحنفية ليس عندهم في باب المستحاضة المرأة المميزة بل كلها إيش كلها معتادة بالدلالة بين الحديثين واضح اقرأ الآن الحديث مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت تهراق الدماء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب هنا وقع الاستفتاء من أم سلمة وهذا دليل على جواز النيابة في الفتوى وباشرت أم سلمة ذلك لأنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وبين الزوجان يفتضح الأمر ولا يوجد هناك الحياء الذي يكون بين المرأة الأجنبية والرجل نعم فقال لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر لتنظر إلى عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن من الشهر لما قال العدد دل على أن أيش على أن ردها إلى العادة واضح لأن هذه المرأة كانت تهرق الدماء فاختلط عليها دم الحيدي مع الدم الثاني فماذا تعمل فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى أيامك التي كنت تحيضينها قبل ما أصابك هذا وقيسي عليها فإذا كنت من قبل قبل أن يصبك هذا المرض كنت تحيضين سبعة مثلا من أول الشهر فكذلك الآن لما أصابك هذا الشيء حيضي سبعة ثم يكون البقية استحاد صلي وصومي وفعلي كل شيء واضح؟ فإذن ردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى إيش؟ إلى العادة وفي نفس الوقت لم يسأل هل هي مميزة أم ليست مميزة فدل على أن العبرة بإيش؟ على أن العبرة بالعادة واضح؟ مثلك السادة الحنفية؟ طيب يبقى معنا مثلك الجمهور الجمهور قالوا أول نحن عندنا حديثان وذلك الحديث الأول في المميزة وهذا عندنا في المعتادة واضح؟ لكن هذه طريقة من؟ الشافعية والحنو بالله يفتاح لك لأن الشافعية والحنابي لعندهم التمييز وعندهم العادة يبقى المشكلة على مذهب مين؟ على مذهب المالكية فالمالكية يقولون هذا الحديث يحمل مع الحديث الآخر الذي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم الذي في السنن سبق أن تكلمنا عليه قال إن دم الحديث أسود يعرف فإن كان فدعي الصلاة قالوا حتى نوفق بينهما نحمل هذا أن هذا حديث خاص بهذه المرأة أو أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بأنها لم تكن مميزة جمعا بين الأدلة لأن لو قلنا مثل ما يقول السادة الحنفية سوف نسقط الحديث الآخر وإذا حملنا هذا على هذه الحالة بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أو أنه خاص بهذه المرأة عملنا بالحديثين وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما واضح؟ ولا يحتاج إعادة واضح؟ واضح؟ لا حنا الذي يهمنا أننا نفهم طريقة الاستدلال كيف استدل السادة الحنفية وكيف استدل الحنفية والشافعية والحنابلة مع بعض والمالكية على قول طيب نحاول أننا نلملم الموضوع فنقول المستحاضة وهي التي اختلط عليها دم الحيد بالدم الآخر ودم الحيد له أحكام والدم الآخر لا عبرة به من حيث الأحكام فإذا اختلط عليها ولم تميز اختلف الفقهاء في ما هو العمل فقال السادة الحنفية ترد إلى عادتها التي من قبل وقال المالكية تعمل على تمييز أحدهما من الآخر وقال الشافعية والحنابلة تعمل بأحد العلامتين إن اتفقتا وإن اختلفتا قال الشافعي تعمل بالعدد تعمل بالتمييز وقال أحمد تعمل إيش؟ تعمل بالعدد طيب واصل عني فقال لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر طيب قبل أن يصيبها عدد الليالي والأيام لتنظر إلى عدد الليالي والأيام نجد أن الإمام الرازي الحنفي في أحكام القرآن الذي هو الجصاص وهو من أجل ما ألف في كتب أحكام القرآن الجصاص الحنفي الرازي وتابعه كذلك الإمام الطحاوي الحنفي في كتاب شرح مشكل الأثار وقالوا هذا دليل على أن أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام وسبق ونبينا أن السادة الحنفية يقولون إن أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره وأكثره عشرة الحنفية أكثره عشرة واضح طيب قلنا لهم كيف استنبطتم ذلك قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أعيد الجملة لتنظر إلى عدد الليالي والأيام قال الليالي والأيام وهذا جمع والجمع في لغة العرب لا يقل عن ثلاثة كما أنه لا يزد عن عشرة واضح فبهذا استدلوا على أن أقله ثلاثة وأكثره عشرة الجمهور كما يقول ابن عبدالبر قد لا يظهر هذا الاستدلال في نظرهم وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم على أمر عام وهو ليس بصدد بيان ذلك وإنما أراد إصدار الحكم على الواقعة واضح وكما هو معلوم على أن الواقعة لا يمكن أن يؤخذ منها حكم وخاصة الحكم إذا لم يخرج من أجلها قصدا وخاصة في مسائل في مسائل الإفتاء فإن في مسائل الإفتاء تختلف الألفاظ عن مسائل القول مباشرة واضح فإن مثلا مفهوم المخالفة لا يعتد به إذا خارج مخرج السؤال باتفاق من قال بمفهوم المخالفة لا يعتد به إذا خارج مخرج السؤال واضح فلهذا هنا قالوا لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وإنما قصد بيان الحكم الحكمي أو حكم الواقعة لها نعم وصل لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها قال النبي صلى الله عليه وسلم لتنظر لعدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن من الشهر من الشهر هذه استنبط منها السادة المالكية والشافعية وعلى أن العادة تثبت بمرة واحدة لأن العادة متى تثبت وقع الخلاف في ذلك المالكية والشافعية عندهم العادة تثبت بمرة واحدة والحنابلة قولا واحدا لا تثبت بمرة لكن هل تثبت باثنين أو ثلاثة خلاف واضح السادة الحنافية رحمة الله على أئمتنا يقولون عندهم خلاف في المذهب أبو يوسف يقول بقول الشافعي ومالك إن العادة تثبت بمرة أبو حنيفة النعمان عليه من الرحمة الردوان والإمام محمد بن الحسن يقولون إن العادة تثبت باثنين رحمة الله على أئمتنا واضح ولكن المعتمد والمفت به في مذهب السادة الحنفية بقول أبو يوسف بمرة واحدة فالعادة إذن تثبت على مذهب الجمهور السادة الحنفية الذي عليه الفتوى والمالكية والشافعية على أن العادة تثبت بمرة يقابلون من يقابلون من السادة الحنابلة رحمة الله عليهم على أئمتنا على أن العادة تثبت إما باثنين أو ثلاثة طيب قلنا للجمهور كيف استذليتم على ذلك قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح وقال لتنظر إلى عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن من الشهر وصرح في شهرين واحد وبهذا تثبت العادة بمرة واضح استدلالهم طيب أعد لله لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها طيب واضح استدلال الجمهور على ذلك طيب نقول للحنابلة ماذا تقولون قالوا لا الحديث هذا يدل على قولنا وليس على قولهم قالوا كيف أو نقول كيف تحيضهن جمعا لا تحيضهن الأيام هذه وليست العادة مين يمكن أعد قراءة لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها نعم لا من الشهر هذه قولنا قول الجمهور قالوا لأنه قال قال لتنظر لعدد الأيام والليالي التي التي اقرأ التي كانت وكانت في لغة العرب تختضي تختضي التكرار والمعاودة والاستمرار كانت يعني وما قصد وإنما أراد هو يدعم قولنا هذا ولا يدعم قول المرة الواحدة ثم قال العادة العادة أصلا ما سميت عادة إلا من العود والعود لا يمكن أن يقع بمرة واحدة فسبحان الله نفس اللفظ هذا استدل به وهذا استدل به بعكس ما استدل به الآخرون طيب إذا قلنا العادة تثبت بمرة فإذا لا يوجد أي خلاف على مذهب الجمهور أو إشكال لأن المرأة إذا أصابها شيء وزاد عليها الدم فتقول أنا كيف أفعل نقول أنظر إلى الشهر الماضي كم كانت عادتك قالت كانت خمسة أيام فنقول لها عادتك خمسة وعندنا العادة إما أن تكون مؤتلفة وإما أن تكون مختلفة فيه بعض النساء مرة تحيد ثلاثة مرة تحيد أربعة مرة تحيد خمسة فهذا يتسمى إيش العادة غير منتظمة فكيف نحكم عليها على مذهب الجمهور لا يوجد إشكال دائما العبرة بإيش بآخر شهر فيقع الإشكال على مذهب مين على مذهب الحنابلة الحنابلة ومعهم محمد بن الحسن أي هكذا لكن الفتوى في المذهب على مذهب أبي يوسف واضح قالوا إذا كان كذلك فالعبرة بأقل مرة يعني مثلا في الشهر الأول حاضت خمسة والشهر الذي بعده حاضت سبعة والشهر الذي بعده حاضت أربعة ثم جاء أهل الاستحادة فتنظر إلى أقل أقل ذلك لأن الاحتياط في الصلاة وليس الاحتياط في إسقاط الصلاة واضح؟ هذا في حالة ما إذا كانت العادة غير منتظمة نعم واصل فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فلتترك الصلاة سبق وانبينا أن هذا اللفظ صريح في أن الصلاة لنا الحائل لا تصلي وعبر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وإن كانت هي كذلك ممنوعة من الصيام ممنوعة من قراءة القرآن ممنوعة من عدة أمور إلا أنه عبر بالصلاة لأنه هو أعظم شيء واضح؟ فإذا سقط الأعظم إن درجمه هو أقل منه فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي طيب لما قال هنا ثم لتغتسل حل لنا الإشكال في حديث عائشة لما قال واغسلي عنك الدم هل هو دم استحاضة أو دم إيش دم الحيض فإن فلتغتسل لدم الحيض واضح؟ طيب ثم قال لتغتسل ثم لتستثفر بثوب بفاء معجمة ثم لتستثفر طيب كل من روى هذا اللفذ عن مالك رواه هذا إما لتستثفر أو تستثفر بدون لم إلا رجلان إلا رجلين محمد بن حسن الشيباني في موطئه ومطرف في موطئه فقد رووه بفاء ثم لتستثفر من الظفر والآخر من الثفر إما بفاء وإما بثاء واضح؟ طيب إما تستثث الثاء متلتة أو تستث بالذال المعجمة واضح؟ طيب إذا كانت كذلك ما معنى هذه الكلمة على مسلك رواية الجمهور لتستثفر من الثفر وهو الشد يعني لتشد نفسها بثوب والثفر عندهم مأخوذ من أمرين إما من ثفر الدابة وإما من ثفر الكلب يقال أثفر الكلب وهو عادة لما ينام في بعض اللحظات إذا لاحظتم يدخل ديله تحته حتى يخرج من وراء رجله واضح؟ فيقول هنا أثفر فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قالها لتشد وهو أقرب ما يكون إلى الحفاظات التي تستعمل الآن للأولاد فيكون قطعة من الأسفل ثم ترتفع من خلف ومن أمام ثم تشد على وسطها بمشد واضح؟ فهو أقرب إلى إلى هذه الحفاظات واضح؟ إذا قلنا هذا مثل إذا قلنا في معناها مثل أثفر الكلب أما إذا قلنا مثل أثفر الدابة وهي إذا لاحظتم أن الدابة لجامها اللي يكون من خلف يكون تحت ديل إيش؟ يكون يكون تحت الديل واضح؟ يكون تحت الديل فهذا تفر فكذلك هي قالها النبي صلى الله عليه وسلم لتستثفر يعني لتدخل كما قال الإمام مالك التوب من تحت الفخد واضح؟ ثم يرفع ثم تشده واضح؟ هذا إذا قلنا على مذهب الثفر أما على مذهب الثفر فبعض العلماء قالوا إن الثفر والدفر والذفر بمعنى واحد لأن الثاء والذال من نفس المخرج وناب كل واحد معنى الآخر وقال بعضهم لا الثفر غير واختلفوا في معنىه فيقال من الثفر وسبق معنى هذه اللفظة أين سبقت في عقد عائشة لما سقط وكان من جدع وكان من جدع أدفار العقد عائشة رضي الله عنه لما سقط في حديث تيمم وأذفار هو نوع من المسك ولتتصفر بتوب يعني لتطيب المكان مع التوب كي لا يقع هناك رائحة واضح وقال بعضهم الثفر من التجفيف يعني ولتجفف المكان بثوب واضح وكل هذه المعاني تخدم إلا أن المذهب الأول الذي هو الشد والتلجم أقوى في بابه طيب قال ثم لتستثفر بثوب عندنا الآن مسألة المسألة الأولى هو أن الطهارة المستحادة ثلاثة أمور الأمر الأول تنظيف المكان من النجاسة والأمر الثاني الاستذفار والأمر الثالث الطهارة للحدث واضح اتفقوا أن الطهارة للحدث واجب عليها للحدث فمثلاً إمرأة كانت مستحادة وخرج من هريح فهي لابد أن تتوضأ فوضوءها لإيش؟ للحدث واضح؟ ثم تستثفر وتنظف المكان يقع الخلاف في الاستذفار الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم هل هو للوجوب أو للاستحباب؟ ثم قال ولتستثفر فذهب بعض العلماء إلى أن الاستذفار واجب عليها وقال بعضهم الاستذفار ليس بواجب وإن جاء بصيغة الواجب لأن هنا جاء من باب الاحتياط والاحتياط محمول على الندبي وليس بمحمول على إيش؟ على الوجوب واضح؟ طيب المسألة الثانية قلنا هذه المسألة الأولى المسألة 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 هذه التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم لتنظر إلى عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبه هذا هنا في هذا الحديث استذل به الجمهور على أن المستحادة لا تستظهر والاستدهار هذا من بين المسائل التي يقولها المالكية المالكية إذا تذكر عندهم المرأة المالكية ما عندهم الاعتداد بالمعاودة صح؟ عندهم كلهم بالتمييز طيب إذا المرأة أطبق عليها الدم عند المالكية ماذا تفعل؟ إما أن تميز فتعمل بالتمييز طيب وإذا لم تميز سبق ونبين قالوا تزيد فوق عادتها بثلاثة أيام هذا هو الاستدهار عادتها ستة وزاد عليها الدم وزاد عليها الدم فإذا تزيد على العادة بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة فالجمهور قالوا إن الاستدهار غير موجود لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقلها استظهري لم يقلها إن كتي أيامك ثم استظهري كما يقول المالكية المالكية يقولون إن هناك رواية وإن كانوا اتفق على ضعفها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم واستظهري بثلاث قالوا وجدنا من الشرع أنه يؤيد الاستدهار وخاصة في استخلاص الشيئين المتمازجين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في في لبن المصارات المصارات لما تكلمنا عليها هي المحفلة بلبن مخدوع لكن متى ترجع إلى عادتها بعد ثلاث فقالوا كذلك هذه لما اختلط عليها الدمان تبقى ثلاثة أيام تزيدها حتى بعد الثلاثة أيام إما أنه ينقطع وتكون حيد وتكون حيد تنقطع ويكون حيد زاد وإما أنه لا ينقطع فنجزم بأنه إيش بأن الدم هذا صح هو دم استحارة وليس دم حيد لأن الخلافين هل هو دم حيد أم دم استحارة فإما دم حيد فلا تصلي وإما دم استحارة فتصلي فعندما يقع الإشكال هكذا وانتهت العدة ولم تميز نزيدها ثلاثة أيام واضح وإن كان ماذا قاله الجمهور أقوى من جهة الدليل نعم تقضي أنه إذا استحادت تقضيهم بالضبط على مذهب المالكية ولكن ما قاله الجمهور من عدم الاستدهار بل الاقتصار إما على التمييز أو العادة أقوى من جهة الدليل نعم ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي ثم لتصلي مثل ما قلنا عبر عن الصلاة وهو داخل تحته كل العبادات للعبادات التي لا يمنعها الحيض وفي هذا القدر كفاية ونكمل بقية المباحث في بقية الأحاديث وصلوات ربي والسلامه على سيدنا محمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر